مصادرة الأمتعى واحتجاج على تصميم رسمي مصادق عليه من طرف الجهات المختصة وخسارة بالقلم في الذهاب واستقبال في الإياب على الطريقة المغربية المعتادة وانسحاب جديد يأبرز لحظات ديربي مغاربي بين نهضة بركان واتحاد العاصمة كان من المنتظر أن يلعب فوق أرضية الميدان لكن للسلطات الجزائرية والاتحاد المحلي للعبة رأي آخر مرة أخرى المهم في هذه المباراة هو مواقعه في مطاله ريبو ميدان ومنع سلطة الجمهورية الجزائرية لفريق نهضة بركانية من إدخال الأخميصة للعب فيها منذ بداية المنافسة لم يكن أول مباراة لو أنه نهضة بركان مشاركة الأول مباراة دارت الخريطة المغارية نقوله بأن هذا سيفزاز ولكن القامس كان مورخص له من طرف لشدة التسويق والمنافسة داخل التحاد الأفريقي وجميع المباراة ديالة السنة ديالة التحاد الأفريقي قرارات عشوائية وغير منطقية وبعيد كل البعد عن ما تنص عليه لوائح الفيفا والكاف من طرف السلطات الجزائرية تسببت في خسارة ناديهم دون أن يبدو لممثل كرة القدم المغربي أي مجهود يذكر ليضمن مواصلة رحلة البحث عن لقبه القارية ثلاث على مستوى المسابقة ببلوغه المشهد الختامي على حساب حامل اللقب لم يريد أن يعرفهم أن الوحدة الوطنية أحمر بالنسبة للمغاربة كما تشوفوا درالي الصغر من اللي يكونوا صغر الحب على البلاد يكون عندهم يجري في الدم كما تشوفوا كما تشوفوا تدربوا الحمر نحن درالي يردعوهم في البيبرو كما تشوفوا من اللي يكونوا صغر هذه الوطنية لا تساوم هذه لكي يكونوا عارفين لا الجزائر ولا أي دول الأخرى التي تجيز الوحدة الطرابية أمر أحبا بيهم ولكن هالمعقول خطوة مفاجئة في مطار هواري بومديين أخرجت اللقاء عن نطاقه الرياضي ستتسبب لا محلة في دخول الكرة الجزائرية متاهة لا نهاية لها عنوانها عقوبات قد تجمد النشاط الرياضي داخل الجمهورية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية